حضرتك كمان يعني جهاز حدايا العاصمة أو مشروع حدايا العاصمة هو بيعبر عن كل اللي احنا تكلمنا في ده وهو الترجمة الفعالية اللي احنا بنتكلم في ده الجودة، معدلات التنفيذ، فكرة النهار ده أن أنا أوفر الحياة الكريمة لكل الناس كل ده بيؤخذ في الاعتبار ازاي؟ الحمد لله مدينة حدايا العاصمة بفكر القادة السياسية وخامة الرئيس بدأنا فيها في ديسمبر 2020 يعني المدينة ما كملتش سنتين في خلال 18 شهر بالضبط انتهينا من 30 ألف واحدة سكنية وشغالين في 70 ألف واحدة سكنية في مرحلة أولى 2500 فدان من مساحة 30 ألف فدان المدينة يعني احنا تبتتكلم في 100 ألف واحدة سكنية خلص منهم 30 فعال من 30 خلص 30 في 18 شهر سنة ونص سنة ونص بالضبط الحمد لله وبرده حضرتك فيه نقطة مهمة حضرتك اشتغلت في فترة كورونا فترة الجائحة وارتفاع أسعار المواد واللغبطة في سلاسل الإمداد الحمد لله دي كلها بتوجهات القادة السياسية طبعا لان احنا المفروض ان احنا سنة الهدف مستهدف للمدينة 2 مليون ونصف نسمة في 20-30 وده معدل يعني سريع جدا قبل كده المدن كلها القديمة كانت بتستخدم بتتمدي سنة الهدف لأكتر من 20-30 سنة لكن المدينة نفسه احنا ده تعليمات ان لازم المدينة المفروض السنة الهدف بتاعتها 20-30 يعني بعد سبع سنين يكون فيها مستوعبة 2 مليون ونصف نسمة خوف من الزيادة السكانية لان كده السرعة في المعدلات لا لا ده تعليمات فخانة احنا بنزيد اكتر تعليمات الفخانة الرئيس طبعا بالاستعجاء الشغل السريع مع التوسع العمراني مع اهم حاجة جودة الحياة لان اللي يفرق المدن الجديدة عن المدن القائمة المفروض ان المدن الجديدة بتتعمل عشان تجزي بالسكان تمام تخلي التكدس السكاني اللي موجود في المدن القائمة يخف فكان المدن قبل كده الجديدة تتعمل بطريقة انه هو اسكان 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 وما فيش جودة الحياة اللي بتجزي بالمواطن فالتعليمات كلها دلوقتي اللي طالع كل مدن الجديدة رابع اهم حاجة جودة الحياة عشان المواطن نفسه يتحرك يروح المدن الجديدة لان انت بتعمل في البن في صحر فالصحر دي ايه اللي تخلي المواطن ديها شد الناس الزيت يتعيش فيها لازم تعمل لهم نظام تنمية مستدامة وطاقة متجددة مدن وزكية وتتميز بالخضرة ومتنفس طبيعي المشوارع الواسعة الهوى النقي فبتخلي الناس تسيب الازدحام وتروح للمدن الجديدة